مهاردة ان شاء الله نشتغل تجربة بتاعتنا اللي عايزين نتكلم عليها اللي هي الباندرس او انتروداكشن تو داتا ساينس اه قبل ما نبدأ بس في التجربة احنا يعني هنفترض ان احنا عارفين اه لغة البيثون ولغة البيثون مش مختلفة كتير عن ما احنا بنتصور يعني هي قريبة جدا ليه المتلاب ممكن اختلاف او اثنين بسيطين يعني فهلو عايزة تعرف متغيرة تقوله مثلا اكس بيساوي الخمسة تمام وتيجي تقوله مثلا واي بيساوي السبعة ونص من غير ما اتعرف بقى انتو والحاجات دي كلها وتيجي تقوله والله انا عايزة اجمع ال اكس مع ال واي وتبتدي تعمل الرن اطلع لك الايه الناتج بتاعك زي ما انت متوقع طيب اولا احنا شغالين على ايه احنا شغالنا على جوجل كولاب طيب ليه شغالنا على الكولاب قال لي لانه بيقدم لي البايزون انلاين من غير ما المتغرب تعتها معاك انا برضو تقدر تقول لي اكس زائد خمسة هو عرف الاكس لاني عملت الرن للسيل دي الاول ثم للسيل الايه التانية فهيبتدي يعرف برضو الايه القيمة بتاعتي طيب انت ما عملش برنت يا بشواندس قال لي اوه ما هو انا لو عملت بعض العمليات اخر عملية هتعملها هي اللي بتعملها برنت بس يعني دي بتعملك برنت مجاني لو انت عايز بقى تعمل برنت لهم كلهم فلازم تستخدم البرنت يعني لو عملنا رن كده هيجيب لك الاكس زائد عقر بس لاني دي اخر واحدة تمت لو انا عايزهم كلهم برنتي بل افضل هستخدم برنت دي طبعا خاصية في الايه في الكولاب او لو انت لوكال هتشتغل على الجوبيتر نوتبوك هتنزل انا كونده انا كونده توزيع للبيثون هتلافع مكتبات كتير جدا ومعاها برضو ايه بعض الاي دي ايز بتاعتها من دمنهم الجوبيتر نوتبوك هو زي الايه الكولاب بالزبط هتقول لي هنا برنت ليه القيمة دي فكده هيبرنتلك الايه القيمتين برنت بتلقائم بتنزل سطر طيب حاجة كمان فيه البيثون حتة انه هو ما فيه اقواس يعني ايه ما فيهوش اقواس يعني لو انت عايز تعمل دلة او تعمل حاجة فلازم دايما هتعمل لو انت مثلا عايز تعمل دلة هتقول له دف وليكن مثلا اي دلة عندك وليكن اسمها دلة اسمها اد بتاخد مثلا حاجتين ما انت عايز بقى اتعرف الدلة هتحط نقطتين وتنزل تحتها انت كده جوة الدلة يبقى فيه اندنتشن هاو لازم احافظ على الاندنتشن ده في كل الاف في كل الكلام في الاف كوندشن في الفورلوب في الدلة في اي مكان لا تشغل اللي انت هتعمله فهنا طبعا هتقول لي return الال اكس زائد الواي مباشرة كده هيرجع تاني من الال ورجع من السكوب بتاعك وتشغل عادي يبقى انت خلاص الاندنتشن مهمة جدا في البيتون والغلطة فيه بتعملك syntax error او الموضوع ما بيتمش هنا طبعا لو عايز تستخدم الاد دي هتقول له add وتديني اي رقمين اثنين وخمسة مثلا وتعمل run برضو ما عاملش print لان هي اخر حاجة في السطر مجيش مشكلة يظهر لك الاي الناتج دي بس بعض الحاجات البسيطة اللي في الاي اللي في البيتون ولو احتاجنا حاجة تانية هنو بنرجع للتاب دي تاني نشوف هنعملي ربعا انت اول ما تشتغل انا هتدي لك الملف ده هتعمله دون لود عندك وترفعه تاني او ممكن عاملك share لي بس الافضل يكون عندك بحيث لو انت عايز تعدل عليه او تعمل اي حاجة ترفعه تاني على الكلاب وتبتدي تشتغل تتعامل مع البندس البندس دي اصلا مقصود بهتعمل ايه اللي هتعامل مع series و data frame برضو يعني ايه series و data frame اللي انت افتكر في الexcel sheet مثلا اللي بتجي تتعامل بيكون عندك صفوف و اعمدة يبقى اده كده data frame طيب لو عندي عمود واحد بس يبقى اده كده series يبقى انت data structure بتاعتنا اللي هتعامل بيها في جوة البندس اللي هي ال series و data frame احنا عايز نعمل ايه عايز نعمل introduction بسيطة ليه data science ازاي نعرف نجيب ال data من الexcel sheet نتعامل معاها نطلع شوات احصائيات ال mean maximum المنمم الحاجات اللطيفة دي برضو هنتعلم ازاي نقدر نعدل على data نوصل ل data معانا نجيب data fringe معين لو مثلا في طلبة عندنا فنجيب الطلبة مثلا المجموم اكبر من 50 نعدهم كم طالب نجيب متوسطهم نشتغل كل الاحصائيات اللي ممكن على الجزء ده كمان هنعرف مثلا بعض الحاجات زي الحتة ال group by لو انت عندك مثلا اشهر السنة وفي درجات حرارة فانا عايز اجيب متوسط درجات الحرارة في كل شهر فلازم اعمل group by كل شهر الاول وعلى group by دي اقوم جاية اعمل ايه اعمل 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 اعملية معينة كمان اخر حاجة اللي هو حتة اللي انا يكون عندي شيتين او عندي اتنين داتا منفصلين وانا عايز اجمعهم مع بعض بالمرجر ففي عندي حتة الايه التقاطع ما بينهم ولا عايزهم كلهم ولا عايز left join ولا right join ولا الكلام ده كله هنتعامل معاه في البندس فاولا قلنا اول حاجة اننا عايز نتعامل مع السيريز لو انا عايز اقلف انا السيريز طبعا كل ما تتغضى بالclick يبقى انت عايز تعدل في الحاجات بتاعتك مش عايز اعدل فارج عبارة كده سيريز قلنا ان هي عبارة عن ايه عبارة عن عمود واحد فبعرف في الكلام ده ازاي اللي بقوله import pandas sbd واتعامل طيب حيطة برضو import تعال ناخد نبزة صغيرة عنها بلوقتي لو انت عندك اي لغة في مكتبات في بايسون برضو في ايه مكتبات اجهر مكتبة اللي هتلاقي في كل اللغات اللي هي الماس لو انا عايز اجيب دلة الجزر هتعامل بها ازاي جوة بايسون فهقوله import الماس وتيجي تحت تستخدم بقى الماس دي يجيب مثلا score وتقول لي math dot sqrt of a الخمسة عايز اجيب جزر الخمسة سواء عملتها print سواء ما عملتش هو هيعمل print ونعمل run فيجيب لك فعلا الجزر التربية بتاع a الخمسة لو جربنا دي مثلا كانت تسعة لان الجزر التسعة بكام بثلاثة ده طريقة تقوله import math وتستخدم math math absolute math مش على كل الدولة اللي موجودة جوه بطريقة تانية تقول لي import math as m وهستخدم المرضي ال-m مش math يبقى وفرت على نفس المعودة هكتب كلمة math كل مرة هكتب m dot sqrt وهو كذلك دي الطريقة التانية الطريقة التالتة ان انا اقوله ايه ان انا اقوله from math import دلة معينة import sqrt وبالتالي انت دلوقتي مش sign وبالتالي دلوقتي انت هتقول لي sqrt على طول هتقول لي sqrt of التسعة مباشرة مش محتاج ان انت تقول لي m dot sqrt ولا تقول لي math dot sqrt فيديك التلاتة على طول طب لو عايزة استدعي كل حاجة ممكن استدعي اكتر محاجة sqrt وسين وكوزين وممكن اقول له rom import يعني استدعي كل الدول استدعي دي حاجة مش محبزة انت مفرد تستدعي الدول اللي انت عايزها فقط عشان لو في مكتبتين فيهم اكتر من دلة متشابهين ما يحصل ايه clash ما بينهم ما يبقى ياخد الدلة اللي جاي من تاني واحد مهم يعني ده طريقة استدعاء الدول جوه ال python احنا هنشتغل دايما بال بالحاجة دي بحيث انها تكون الموضوع امان معنا نقول import pandas as bd ونتعمل دايما bd على الحاجة اللي احنا عايزنا راجعنا هنا قلنا له import pandas as bd عايز نكاريت series فبنقول bd series s capital فتحنا كوسين ودي ناله 10 20 30 40 series معناها عمود بس عمود ممكن يكون له عنوان يعني كل صف له عنوان الصف الاول اللي هو العشرة ده يعني عنوان a b c d بقى كل واحد فيهم له عنوان عايز اطبعها قلت له print bd series وbrint a data بتاعتنا لما نجي نعمل run للجزء ده هنلاقي انهم طلع علينا series فعلا عبارة عن عمود طبعا اول مرة ممكن يطول شوية احدد ال data type اللي هو enter 64 احنا مش هنتعمق اوه في ال data type ولكن enter int طبعا عشان هو ايه ارقام كلها صحيح فهو بيعرف يحدد النوع ال data صحيح لو انت خليت واحد فيهم مثلا بكسر كده تلاقي انهم كلهم بقوا ايه بقوا float وممكن من البداية خلص احدد اديله كلهم صحيح واقول لأ انا عايزهم float فدي حاجة وردة بس احنا مش هندخل فيه بس الفكرة انه عارف نوع يحدد نوع الحاجات اللي موجودة فخلى كل ال series عبارة عن float لانه لقى وحدة ان هي float float طبعا 64 يعني انتخزنا في 64 bit انت 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 16 وانت طالع وكذلك نفس الفكرة بتاعت ال float ده بالنسبة ليه series اللي هو عمود واحد طيب انا عايز اعمل ايه عايز اعمل data frame data frame عبارة عن ايه ال data frame زي اللي بتشوفه والexcel sheet صفوف وقامدة وممكن الصفوف يكون لها عنوين والاعمدة لها عنوين طيب انت عندك اول حاجة قلتلوها carry data ده شبه json بالضبط ده بتسمى gwar python ممكن تخلي ال key تشيل ايه قيم وخلص فعندك هنا ادي ال name alice وبوب وشارلي ال age 25 و32 city calgary وادمنتون وred deer ده هي data بتاعتي ده بين فعلا ان هي اكتر من عمود ده العمود الاول اهو وده العمود التاني وده العمود التالت انا عايز احط دول كلهم في data frame اقول dot data frame with d capital of data اكتر احول لي الموضوع للايه لل data frame اللي قدامي دي طيب انا مدتش اسامي للصفوف دي اسامي بتاعة الاعمدة ده اسم العمود العمود الاول كان اسمه name العمود التاني كان اسمه age العمود التالت كان اسمه city المدتش اسامي للصفوف مدتش index زي ما فوق كده كنت عامل وindex سوي كذا يبقى الاندكس ده خاص بمين خاص بالصف والcolumn خاص بالعمود او اسم الcolumn خاص بالعمود هنا مدتش خلاص هو هيزبطهم لك 0123 بتلقائ بتاعك يبقى ده عندك وزبط لك الشكل طب الشكل ده نزبط كده ازاي كده اقل لان استخدمت ده لل display مش ده print زبطت لي زبطتلي الشكل شوي طيب كلام جميل هل اقدر اكسس عمود واحد بس زي الفكرة بالزبط اللي كنت بتعملها في json لو انا عايز data بتاعت الname بس هقوله data name نفس الكلام هنا هقوله print df of a age انا كمان بقى اكسس بالdf مش بالdata بتاعتك data ده كان دكش انما data frame اللي هي مين خد بالك اعرفها لان data frame عبارة عن 3 series series للname وسير للage وسير للcity يبقى 3 بقى data frame اكتر من series بقى data frame يبقى اعرضهم لكوان صفر اللي هو الاندكس 0 كان 25 وبعدين 30 وبعدين 22 والنوع بتاعهم انت 4 و60 دي كده الـ series بتاعتي اللي هي بتاعت الage هم هم دول النوعين اللي هنتعامل معهم جوه البندس نقدر نقول ان data frame وكوان من اكتر من series series اللي هي عمود ماشي طيب لو انا عايز اقرأ data بتاعتي عايز اقرأ data بتاعتي اقرأها ازاي قال لي والله في كذا طريقة لو انت عندك الفايل انت شغال local شغال على الويب شغال ده كود بينزل الفايل ده على الكلاود في حتة مؤقتة كده ما ويسمى الفايل بيقول لي اسمه import user sample dot in dot csv ونزله وزبطه saved و100 ده نزل عنده هو فوق في الكلاود تمام وبعدين اروح اقول له df بيساوي bd dot read csv اسم الملف بتاعك يبقى ده لو انشغال ايه شغال على الكلاود طب لو شغال local ممكن الملف ده يكون عندك local فخلاص حطه جنب الفايل بتاعك ونبس الاسم ده وتقدر تعمله read csv بمنتهى السهولة يبقى دي الفكرة ان انت تقرأ ملف csv طيب هو ملفات الexcel يا بشواندس في ايه منها قال لي في منها نوعين قال لي في عندك csv وفي عندك xlsx طيب تعالى سهولة اعمل لك الشير بس هنشوف معاي الحتة دي مؤقتا اهي ده ملف csv اهو صح اه لو فتحته باستخدام النوت بد او نوت بلاس بلاس مش فرقة هتلاقي ان هو csv يعني يبقى name كوما age كوما city alice كوما 25 كوما calgary كوما separated فايل يبقى بتفتح طبعا بال excel العادي هتلاقي ان هو حاجة عادية جدا بتعامل عادي مفهوش اي مشكلة تمام اهو وعندك هو زي الفول ما تزبط ايه صفوف اعمدة ومية مية طيب المال التانية اللي هو ال xlsx لو فتحته بال نوت بلاس بلاس هتلاقي ان هو يعني انا مش فاهم حاجة منه يبقى هو مش كوما ال x دوت لا ده لازم يكون ايه حاجة مشفرة واللي على فكرة البندس بيعرف يقرأ ايه الحاجتين يبقى احنا قلنا اولا لو انا شغال على ال online فخلي ينزل online ويبقى عندي الملف هو اسمه كذا بيوضح لك اسمه ايه اروح نعمله استدعاء عملت له استدعاء قل له ايه display ل حاجة كتير بهذا المنظر ممكن اتعامل معه اي اي تعامل انا عايز اعمله طيب ده لو كان عايز اتعامل بهذه الطريقة طيب انا ممكن على فكرة ان انا اديله اللينك على طول يبقى كان ممكن اصلا اقول له import benda sbd واديت له ملف تاني بهذا ايه بهذا الشكل برضو اخره csv فاذا استخدم تريد csv وقرأت الكلام وقلت له display data frame لقيته عرض لي data frame طيب عايز ان نبص على data frame ونلاحز بعض الحاجات قال لي اول حاجة عندك station دي ولا مش عايف اسمها ايه عندك باريس عندك لندن انا شايف بعض data مكتوب فيها nan معناها nan معناها نوتا نمبر معناها اصلا دي مش موجودة دا حاجة واقعية جايب لي data ومن الموقع دوت ومصبط للدنيا ده بتاعت air quality في CO2 او الNO2 nitrogen وجايب لي حاجة فيها nan قالك دا الواقع فعلا لان انت فعلا متشارت في كل وقت تيجي تعرف ترسل تعرف ممكن تحصل خطأ في السنسور دا يحصل حاجة فالdata هتترجم لإلى nan فالdata الحقيقية فعلا هتلاقي فيها nan طب انا هنشوف انا عمليها هيكون قدامنا كذا تصرب فدي حاجة وقعية وحاجة كويسة ان انا لقي nan يعني حاجة دا الواقع نفسي مش هلاقيها بس هي موجودة دا الواقع بيكون كده طب اي التاني حاجة انا هارد داتا كلها لما تقولي display df انت بتقولي اعرض داتا كلها داتا كلها كبيرة ده هم 1034 خمس عناصر من الاول يبقى من اول صفر لحد الاربع df dot head of 10 هيتبع لك اول 10 عناصر df of 100 تبع لك اول 100 عنصر لو قلت display df بس هيشغل هو دماغه ومش تبعهم كلهم if انا عايز اتبع اول 100 عنصر اعملها بهذا ايه اشتغل طبعا لو شلت دي يشتغل على اول 5 بس وdf dot tail هيجيب لك اخر عناصر من تحت df of tail of 100 تبع لك اخر 100 عناصر من تحت وهو كذلك يبقى كل الهدف من هنا احنا نقدر ندينه ملف سواء كان عنوان يعني سواء كان url او سواء كان اسم الفايل عندك بجد باستخدام ده لت لو كان الفايل csv ايه لو كان بقى الفايل عندي اكسيل بساعتها مش هقول له csv هقول له read excel وبرضه اديت له الفايلة هو حددت له sheet لان ممكن الexcel يكون فيه اكتر من sheet وبالتالي حددت له sheet one ده كله حطهلي جوة data بتاعتك اللي اسمها excel دي وبعدين برضو عرضت الhead بتاعها بس يعني عرض لأول خمس عناصر بس برضو عدت اتفقد الhead دي في فايدتها تعرف مين الكلامز اللي موجود عندك تتفرج في نان ولا ما فيش نان كده يعني تحاول تاخد شوية معلومات عن data بتاعتك بحيس تعرف بعد كده تأكسس هم واحد واحد لو انت عايز حاجة زي كده تجيب المين بتاع الصف ده تجيب الماكسيم بتاع الصف ده تعمل اللي انت عايزه طب ده لو انا عايزة اقرأ لو عايزة اللي بنفس الطريقة لو انت عندك data نفس data اللي كدفوق وعملت data frame بتاعتك وليس play data frame وتفرج عليها طرقات جميلة عايزة خزنها اللي هسميها ايه اللي هسميها data csv لو انت طبعا local هسيفالك على local في نفس المكان اللي في الملف ده df 2 csv وcsv file name بتاعك اللي هو واحد اتنين لان احنا بيشدنا له اي اسامي فانا بقول له index بيساوي فلس معناها مش تخزن الاندكس ده ده بدتها تبقى من اول name وال hb وفعلا كتبها لك لفايل data csv طيب لو عايز اكتب excel قالك بنفس الطريقة بس هتقول له df dot to excel والفرق بينهم قلنا ان csv بيكون مش مش رفر والexcel اللي بيكون مش شفر وشفناهم على ارض الواقع طيب الbasics بتاعت البايندرس بقى عايزين ندخل بقى في الجد شوية قال لي اول حاجة ممكن اجيب اعمل data frame عملناها d.data frame بتاعت data بتاعتك دي طيب بعد كده ممكن اجيب info information عن data دي احصائيات عن data بعدين الhead والtail قلناهم الhead بيجيب لك اول خمس عناصر او لو انت حطيت ال-n يجيب لك حسب مال-n بكام والتالي يجيب لك اخر خمس عناصر او لو حطيت ال-n يجيب لك اخر عدد من العناصر اللي انت عايز برضو هيعرض لك شوية statistics عن ال-data الشيب هيقول لك عدد الصفوف والاعمدة قد ايه ال-colombs هيقول لك اسامي ال-colombs بتاعتك تعال نشوفهم واحدة واحدة اول حاجة انا عايز اكري ال-data هل من المنطق لو انت عايز تكري ال-data تقعد تكتبهم واحدة واحدة انا عايز 100 عناصر اكتب 1-3-4-5 قال لي لأ قال لك زي المتلاب كده لما كنا بنقول صفر الى الى عشرة كان بيكون لك ال-data اللي هي صفر كنا بنكتب كده صفر الى واحد مثلا الى عشرة في كريتلك عناصر في المتلاب من اول صفر لحد ال-10 اللي هم 11 عنصر قال لك بذلك برضو نفس الفكرة في ال-paizon لو انت قلت له range من الصفر الى العشرة هيجيب لك برضو عناصر بس هيجيبه من صفر الى 9 طبعا لو عملنا رامنا دي ممكن مش يقردها هقول لك ليه هو عرضها كده لو عملناها حولناها للست بس لان هو بيكون ليزي شوية لازم انا اكبر وقول حولها للست هيطلع لك من صفر لحد ال-9 يبقى ما بياخدش العشرة inclusive معايا صح يبقى دي الفكرة في بايسون ان العشرة ما بتكونش معايا يكون من صفر لحد اقل من العشرة طبعا لو عايز الخطوة تديه الخطوة اللي انت عايزها قال لي بنفس الطريقة لو انت رنج ده بتاعت البيسون العادية طيب البندس على فكرة ما تواجدتش عشان تبقى لوحدها قال لي ده فيه العاجة قبل البندس لازم تعلمها بس احنا مش هنحتمل بيها قول نهاردة اللي هي النم باي ما بايدي بتعمل ايه قال لي في البيسون طبيعيا بيشتغل على الاري ما بعملش الاري قال لي بعملها list قال لي الفرق بينهم قال لي طبعا فرق كبير انت بقى ايه عايزك تبحث في النقطة دي بس ابسطهم ان الاري لازم تتخزن جوه الزاكرة باي sequence معين ما عرفش اضيف عناصر تانية لو طبعا كنا في list دي بيقبرة عن data structure اللي هي شبه linked list يعني كنا تكلمنا عليها في الالجوريز فاقدر اضيف عناصر براحتي وعمل لها append والكلام ده كله النما الاري ما بيتعمل لها ابنت هي بتتحط وخلاص فالdata science لا انا بحتاج في بعض الاحيان ان انا اعمل الاري مفهوم الاري يعني انا اوفر عن نفسي البيثون وبالتالي لما انت تقول له nb.a range ده بيعمل لك هنا ايه بيعمل لك هنا array بيعمل array ايه يعني جزمية مكان في الزاكرة ونقطهم من اول صفت لحد 99 ورا بعض ومعرفش يضيف عليهم ولا يعدل عليهم تمام فدي طبعا بتكون اسرع في running من الرنج العادية طيب ممكن نستخدم الرنج عادية وهو هيتعامل يعني عادي بس حبيت هوريكم ان البندس بتاعفت هتعاون مع النم باي دي حاجة مهمة جدا طيب ايه كمان قال لي انا عايز اعمل nb range من 0% يباري معناها من 0 لحد 99 طب وnb dot a range من 1000 الى 900 والمرادي لسطوة سالج واحد يبقى من 998 لحد 901 التسعمية مش معاي انا بنزل المراتي فالتسعمية مش معاي وبالتالي لو عرضت الهد بتاع داتا هتلاقي ان انت عندك two columns a والb اللي شغلة من 0 لحد 99 والb شغلة من 1000 لحد 900 واحد احنا عرضنا اول خمس صفوف بس لو كنا عرضنا تيل وعملنا run كان هيعرض لي اخر شوية داتا يبقى فعلا وقفة عند 901 وده وقفة عند 991 هرجع دي تاني لانها تكون head يبقى ده بالنسبة للجزء الاولاني ان احنا قدرنا نفهم فكرة الhead طيب تمام head والtail يعني طب لو قلتلك information انا عايز information عن الديتا دي هيديك بقى شوية information اول حاجة يقولك ان اللي احنا شغالين بيه هو تعامل مع ان الاندكس يكون من 0 لحد 99 لانه هما 101 تمام الكولم زي بتوعي بيقول لي هما اتنين كولم الكولم الاولاني كان اسمه ايه اللي هو رقم صفر يعني والكولم التاني اللي اسمه بي الكولم ايه دوت كلهم عناصر مفهوم شنال يبقى دي على فكرة الانف دي مهمة جدا اي data جايلك تروح بديها df dot info عشان تشوف فيه null element ولا ما فيه طب نوعهم ايه data دي طب حاجة دي مهمة جدا وانت بتستكشف الدي data اللي جايلك صح يبقى دي حاجة حلوة جدا تعرف لك فيه null ولا ما فيه ولا ايه الدنيا ماشي عاملة ازاي ازاي بتاعتي الاتنين 64 هم هو اللي فوق بس بيقول لي تحت تاني ماشي واليوزيج بتاعها 1 و 7 كيلو بايت data دي تخزين في 1 و 7 كيلو بايت تمام يبقى دي الفكرة بتاعة data dot info يبقى الدلي مهمة جدا عشان تستكشف data دي عبارة عن اين طيب بعد كده عندي الهد قلناها الهد الواحدة يعرض لك خمسة ههد وفي عشر يعرض لك عشر عناصر التالي يعرض لك اخر اربع عناصر او اخر خمس عناصر لو ما كتبتش الاربعة دي او اخر ان من العناصر لو انت عايز تكتب اي عدد من العناصر طيب describe بتعمل ايه اللي بتديني شوية احصائيات اول احصائيات بتديني عددهم دول 100 عنصر المين المتوسط الاverage 49.5 وهنا 950.5 standard deviation طبعا انتم عارفين standard deviation مش عارفوا ايه بحس عنه المينموم ده من اول صفة لحد 900 هنا 901 وهنا صفر اول 25% متوسطهم كام ثاني 25% متوسطهم كام ثاني 50% والتالت اللي بعدهم اللي هما الـ 5% متوسطهم كام وطبعا الـ 100% انت عارف متوسطهم كام اللي هما المين الاصلي اللي احنا طلعنا طيب ودول يبقى دي بعض الاحصائيات اللي نقدر نستخدمها من الـ طيب الحتة اللي بعد كده اللي هي الـ الـ يعتبر معلومة احنا ممكن نستنتجها من فوق بس دي برضو مهمة برضو الـ بليه فوق كنا بنقول الـ الـ هو لما جيبنا الـ وقال لي ده هما 100 عنصر صح وهم 2 كولم صح كلام ده نستفيد منه خلوه يطلع فرق أرقوه ما قدر أستفيد منهم بعليك مش مجرد وصف اللي هما مين اللي هما الـ شب بترجع لك عدد الصفوف وعدد الأعمدة طيب عدد الصفوف ده هو عدد الحاجات اللي هو نفس الفكرة الاندكس فيه كام اندكس وعدد الأعمدة هما عدد الكولمز اللي هما الكولمز التوعي اللي هما فيه كام سيريز موجودة عندهم فده طبعا برجع كتابل في الـ بايثون مش قضيتنا النهاردة نفهم من الفرق بين الطابل و اللاست بس هما الاتنين بيتأكسسون بنفس الطريقة فديتا دوت شيب هترجع لك عدد الصفوف وعدد الأعمدة طب لو جيت قلت له لا يا عم انا مش عايز عايز ديتا دوت شيب عايز ديتا دوت شيب أوف زيرو فهيجيب لك عدد الصفوف تمام اللي هما مية طب عايز ديتا شيب أوف واحد هيجيب لك عدد الأعمدة ماشي دي اتنين مش فيه طبعا اتنين وف واحد هيجيب لك الأعمدة يبقى هو صف صفوف واحد أعمدة ما كتبتش خالص هيجيب لك صفوف وأعمدة طيب طيب بعد كده لو انا عايز ديتا كولمز عايز الكولمز بتاعتي اللي موجودة طبعا هما كانوا اللي هما عندك اللي هما عندك اللي شكلها مختلف هي من النوع بس لو برضو قلت له ديتا كولم اف زيرو هيجيب لك الأل واحد ديتا كولم اف واحد هيجيب لك الأل ب لوحدها يعني أقدر أستفيد منها وأطلع الكولم الأول أطلع الكولم الثاني وهو كذلك سبتها كده تاني رجعتلي حاجة عجيبة كده عبارة عن اندكس ديتا ستركشور جديد A و B شبه الليست A و B بقدر برضو أكسس زي الأل سي الليست طيب عايزيني أتعامل مع الاندكس اللي ماشي سهلة تعال نقلف شوية ديتا كده عندي بندس P D و NUNPY as NP قلتلك خلي ال N دلقتي بخمسة وعايزك تطلع لي أرقام راندم أرقام integer random من صفر المية والsize بتاعها N في 2 يبقى 5 في 2 كما الصفوف وعمودين بدل ما نعود أكتب الداتا بأيدي وقلت له الداتا بتساوي داتا يبقى الداتا اللي فوق دي هتتحط هنا في الجزء اللي عندي ده الكولمز سسمت أسامل الكولمز وكولم 1 وكولم 2 ما نعرف إن هما 5 في 2 يبقى في عمودين يبقى في 2 series اللي هما كولم 1 وكولم 2 الاندكس أسامل صفوف ما نعرف إن هما 5 صفوف يبقى A, B, C, D, F ماشي اللي هما عدد 5 من الصفوف كده كونت ال data frame بتاعة تنعيز شوفها تعالى عما نعمل run هنشوف ال data frame بهذا المنظر اللي قدنا طبعا كل run جديد هتلاقي الأرقام مختلفة لإني جابهم أصلا من أرقام عشوائية فكل مرة ينتجوا أرقام مختلفة طيب ما دي سهل هنعرفنا طيب يبقى ده بالنسبة لنا ليه لإن أنت تقدر تعمل data بهذا الشكل دي بس عشان تتعرف نفسك موضوع الـ ال-rand اللي احنا قلنا طيب size n فجاب لك عدد n من العناصر اللي هما كملة هما 5 وخطتهم في series وأنا عندي data بتاعتي خمس عناصر عكوائية وعندي ال-index بتوعي في خمس عناصر بهذا الشكل اتبع لي series طبعا series يا عم أهو فيش مشكل a of 86 a of b c d l f يبقى احنا كده فهمنا الفكرة بتاعت a series دي مش جديدة المسال ده مش جديد طيب إزاي عرف أعمل alignment يعني إيه alignment قال لي يعني إنت عايز تتعامل مع إن إنت عندك series أهو في 10 20 30 وعندك index ABC وصير ثاني تمسع 15 25 وال-index بتاعته b c d آه لما تجي تبص لهم هتلاقي إن هما مش زي بعض الاتنين مش هم ABC طب لما تجمع الاتنين data إلا مثلا اللي هجمع data اللي ليها index مشترك لل-index بتاعته مختلف مش هتطلع مجموعة لإن أنا عندي هنا إيه 10 وهنا مفيش إيه أصلا فكأني بقول له 10 زائد نان وهنا مفيش إيه طب لما تشيطل عليها إيه data فده اللي تم بالزبط إن أنت كان عندك ال-a ال-data واحد فيها 10 20 30 وديك اتنين وديك اتنين كانت نان وخمسة 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 وعشر إذا ما تجي تجمعهم عجرة زائد نان بيديك نان النان ده نوتا نمبر زائد أي رقم بيديك نان إذن 20 وخمسة 25 و30 و15 و45 إنما نان زائد أي حاجة يديك ال-a ال-an فده تقدر تتعامل مع series بهذا ال-a الشكل طب أنا عايزة carry new column عايزة carry new column قال لي اه زائد ال-colum بتاعتك معروف قال لي لأ ممكن أضيف ال-colum عندي زيادة طب إزاي قال لي أبسط حاجة نيت تقوله dfof اسم ال-new column بتاعتك طبعا في عندي look وال-i look هنتكلم عنه كمان شوية هنقدر برضو نقوله df.look location اللابل بتاعتك اللي انت عايزها بتساوي new data بس دي خاصة اللوك دي دايما تخاصة بإيه بالصف واحد يبقى أنت نشغل على صف يبقى بتتكلم على df.look وتديني ال-ru label بتاعته ايه بيد data بتاعته بالصف كامل بتساوي جزا إنما لو عايز ستعامل مع الكولم ودي الأكتر اللي احنا هنستخدمها لأن دايما احنا بنشتغل على إن الكولم ده بيكون خاصية زي فوق كده يقولك درجات mass تخاصية الدرجات العربي ودرجات الحساب وانا عايز هطلع التوتل فدايما هطلع الكولم زيادة يجيب لي التوتل بتاع الناس طيبة وكل روء عبارة عن student مختلف دي أكتر استخدام اللي احنا بنستخدم إن احنا شوفنا الداتا عندي عاملة ازاي اللي هما الانتوريب والباريس واللندن وكان فيها طبعا النان بهذا الشكل هو هنا بيقول لي إن البيانات اللي جاية لي كانت جاية بطريقة معينة بس انت لو عايز تحولها للميلي جرام على المترس كيوب دي ده المترس كيوب لازم تقدر في الرقم ده ده بالنسبة للإيه بالنسبة ليه اللندن ستيشلان وانت لازم تحول اللي ايه الستتيشلان لندن إن هي بدل ما هي بين الثلاثة وعشرين بهذا الشكل بين ستيشلان لندن ثلاثة وعشرين وتسعتاش 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 لأنا عايز كمان أضرب في ايه في الرقم ده يبقى أعمل الكلام ده ازاي اللي طبعا دي ستيشلان لندن اللي عندي اهي أول تلك ممتحة سهولة ألف واحدة جديدة دي اف اوف يبقى ده عايزة عمل سيز جديدة عايزة عمل عمود جديد لندن ميلي جرام بير كيوك بيساوي الديتا فريم بتاعة لندن في الرقم العجيب بتاقي اللي هو واحد ثمانية وثمانين اثنين دوت وبالتالي هنا هنا انشاءت كولم جديد عبارة عن عبارة عن الكولم القديم مدروب في الرقم ده عبارة عن الكولم القديم زائد الكولم الثاني زائد اي معادلة بقى انت عايزة براحتك يبقى هنا تقدر تعدل على الديتا بتاعتك بهذا الاشط طبعا عدلت لوك اللي عندي معدلتش في الديتا الاصلية اللي مرفوع على المكان ده ما كتبتش عليها حتى انا بس قارتها وعدلت عليها عندي ممكن اعمل اي اصائيات اي حاجة انا عايزها على الديتا الجديدة بتاعتي اللي هي طيب مثال تاني لو انت عندك طلبة والليفر والماركو وجون والستيوارت وجيمس ودرجات الرياضة والساينس والانجليش أهمت وحولت ايه الديتا بتاعتي اي انا عايز بقى اجيب التوتل عبارة عن 4 من 10 من ماس و4 من 10 من الساينس و2 من 11 من انجليش ما سهلا خلاص ونتاة اول كوننا الديتاエ وليبقى ان 10F of total عبارة عن 10F of math في 4 من 10 زائق 10F of science 4 من 10 زائق ديف وانجليش اللي احنا اتكلمنا عليه طيب اللوك ده كان بيعمل ايه قال لي اللوك ده عشان اوصل ليه حاجة معينة برو اندكس وكولم اندكس وتبالك ان اللوك عايز اسم الرو واسم الكولم ماشي يبقى طبعا ممكن هتديله اسم الرو واحد او اسم اكتر من رو واسم كولم واحد او اسم اكتر من كولم او عايز كل الرو ستعمل نقطتين فوق بعض عايز كل الكولم ستعمل نقطتين اللي هما الكولم ماشي طيب انت عندك مثلا مثال اهو انيه معندي Олиس وشارلي والأيجي كذا كذا والديتا فريم عملناها اهيهيه والإندكس اهيهيه زي الفل وعملنا الديتا بتاعتنا وتعال انا نتفرج على الديتا فريم حتى الان عاملة ازاي اهي اهي دي الديتا بتاعتنا ابنة انا عايز ايبقى ادلوقتي اللي ليها الابل ID1 و ID3 بس يبقى ID1 و ID3 بس اللي انا عايزهم وكل الكولمز بتاعتهم انا عايز الروز بتاعت ID1 والإدسري قال لي سهلة روحات الدي إف وقال لي دي إف دوت لك الإي دي وان والإي دي سري بس انت ليه روحات قصين مربعين حاولين الإي دي وان وإي دي سري عشان تبقى لست كأنها قري يعني صح يبقى دا اللستة هي عددتها لك طب وانا عايز انا يا عامد عايز كلهم يقيم ما تكتبهم كلهم اللي هم من نيمو الاج بنفس الطريقة دي يقيم ما تقفلي كولين يبقى أنت عايز كل الأعمد عايز نيمو الاج فده كده سليكت دروز هيكونوا مين هيكونوا إي دي ألس خمسة وعشرين وإي دي سري تشارلي خمسة وثلاثين بس لإني ما جبتش سريت الاج طب افرد أنا عايز أنا عايز أحط الكريتيريا معينة أنا مش عارف الاج دي وان والاج دي مش عارف مين هما أنا أحط لك كريتيريا بناء على الاج انت تحدد لي فقلت لك إيه دي افدوت لك أنا عايز الناس اللي الاج بتاعهم أكبر من تلاتين ما عارفش مين هما بقى هما هنا هطلعوا مين بوب وشارلي صح أنا هنا بس مش مجرد ما أنا قلت لك عايز اي دي وآتو 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 سري لا دي أنا حطت كونديشن وكونديشن ده هو اللي هيطلع لي ترو وفولس خد بالك أن كونديشن ده الرجع بتاعه هيرجع لك أن أول واحد فولس لأن الاج بتاعه مش خمسة أو مش تلاتين مش أكبر من تلاتين الثاني برضو على فكرة فولس لأنه هنا أكبر وش أكبر أو يساوي يبقى هو تشارلي بس يبقى تشارلي الوحيد اللي هو الأكبر من تلاتين هيرجع لك ده ترو يبقى فولس فولس ترو يعني أنت عايز تقول لي يا بشواندس إن الدي افدوت لك هتديني أسامي الصفوف هتديني حالة الصف ترو فولس وأنا أجيبها لك برضو يعني ينفع تديني ترو فولس ترو وهرجع لك ID 1 و ID 3 برضو دي الفكرة اللي احنا عملنا بيها الجزء ده وعلى فكرة الحتة دي برضو موجودة جوه المتلاب وإن كنا ما تعملناش تقريبا معها قبل كده وهنا برضو تقول لي نيمو إج أو تديني إيه كولن نقطة تنفق بعض وأنا هجيب لك النيمو الإج وتلقائين لأنهما كل حاجة إذن هنا ينفع أحط شارت وينفع أحط أكتر من شارت بالأند والأور والنط اللي احنا بدعودين عليها يبقى ده طلع لي طبعا إيه تشارلي فقط هو الموضوع ده ده بالنسبة للوق اللوق بيدور على اسم الرو أو حالة الرو بإنهي true أو false تعم ولو عايز كل حاجة تحط نقطتين فده جاب لي كل حاجة إنما ده جاب لي تشارلي بس طب الاي لوق قال لي ده based on index وبالتالي ده بياخد الرقم الصف أو رقم أو رقم العمود تمام فأنت برضو كريبت الداتا عندك نفس الداتا بتاعتنا بس لما جدت وقل لي تعالى انفرج على الداتا لما جدت وقل لي ايه أنا عايز آخر صفين أو آي مكان ده عندك اهو طبعا هنا أخذ بالك أن أنت مديتش هنا index وبالتالي دلوقتي يتساوى حالة الصف اللوق والاي لوق لأن اللوق هاي بحاجة عن الصفر والاي لوق إنما في اللوق كنت تدور عن نيم والإيج في الاي لوق كنت تدور ده اسمه صفر وده اسمه واحد ده رقمه صفر وده رقمه واحد طيب حاجة أخيرة حتة برضو دي موجودة في المكلب أو حاجة تشبهها لو أنت جيت قلت لي أنا عندي مثلا list أو array أهي خلينا نقول من list من الفوق اللي هي الرنج دي نسميها أي حاجة نخليها زيما هي كده ونسميها مثلا ايه تمام وجدت وقول لي أنا عايز والله access the a of واحد إلى تلاتة دي معناها ايه واحد إلى تلاتة يبقى واحد واثنين وتلاتة أقول لك استنى مش تستعجل واحد واثنين بس لأن التلاتة مش included يبقى ده يجيب لك العنصر واحد والعنصر اتنين اللي هما واحد واثنين لأن طبعا احنا بديمتع عندنا من الصفر فده يجيب لك الواحد والاثنين بس طب لو قلت له شيء لدي يبدأ يبدأ من الصفر لما ما تكتبش حاجة يبقى بيبدأ من البداية فده يجيب لك صفر واحد واثنين طب لو عملتها كده من تلاتة إلى النهاية ما كتبتش تاكام فده يجيب لك النهاية بتاعتك اللي هو آخر واحد اللي هو كان تسعة يبقى نقوله عنصر التالت اللي هو كان ثلاثة لحدة اللي ايه التسعة طب ممكن احط step وممكن احط step يبقى تقول لي من ثلاثة لحدة النهاية سليسيب لتاتك بتنين يبقى